اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الا الخيانة اشتركوا في القناة 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 معجزات في حرف جر وأنفس اسم مجرور وأنها دمير متصل مبنى في محالة جر مضاف إليه وشبه الجملة من الجر والمجرور في محالة رفع خبر مقدم معجزات مبتدى مؤخر مرفوع علامة رفع الضم وطبعا تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدى إنك رفع جوبا 15 الجملة الآتية تجتمل على خبر مقدم جوازا خلاص نقول الخبر المقدم جوازا أن أنت يجي لك الشبه الجملة والمبتدى يكون معرفة فأنا عندي متى اللقاء ده طبعا تقديم الخبر إذا كان يكون من الأسمان لها الصدرة في الكلام للعلماء مكانتهم أن هنا المبتدى متصل بضمير يعود على بعض الخبر فهو ده طبعا واجب ده كده واجب في القصيدة فصاحة ده واجب عشان الخبر شبه الجملة والمبتدى نكرة الحالة المقدم جوازا في السادسة مساء اللقاء في حرف جر السادسة اسم مجرور مساء الزر وشبه الجملة من الجر المجرور في محل رفع خبر مقدم اللقاء مبتدى مؤخر مرفوع علامة رفع الضم وهنا طبعا حالة من حالات جواز تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدى وهنا طبعا السبب ان المبتدى معرفة هنأخذ رقم رقم 16 بيقول النميمة ان تسعى بين اثنين بالفساد تحدد الخبر ونوعه فيما سبق النميمة مبتدى ان حرف مصدر ونصب تسعى فعل مدارع منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة والفعل ضمير مستاتر تقدره انت وطبعا هنا ده خبر ده مصدر مؤول فيه محل رفع خبر وهنا طبعا خبر مفرد يبقى ان تسعى وخبر ايه وخبر مفرد يبقى احنا خدنا رقم باء طبعا كأنها ليه احنا نقولنا عليه خبر مفرد لان احنا هنقوله بيه صريح ونقول النميمة السعية بين اثنين بالفساد فهنا طبعا المصدر المؤول النوع الخبر بتاعه خبر ايه خبر مفرد من فحش نقول جملة 15 ونقعه تعالى ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حدد الخبر ونوعه طبعا ولا طبعا هنا على طول لا من ابتداء يبقى كأن الكلام داره الآخرة خير يبقى خير خبر مرفوغ علامة رفع الضمة وطبعا دي كده خبر ايه خبر مفرد يبقى احنا خدنا رقم جيم 15 قال تعالى للذين احسنوا الحسنة وزيادة طبعا هنا اللام حرف جر والذين اسمه وصول مبنى في محل جر اسم مجرور وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم احسنوا احسن فعل ماضي مبنى على الضم الاتصال به هو الجماعة وهو الجماعة فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ده كده هنقول عليها صلة الموصول لا محل لها من الاعراب طبعا الحسنة مبتدى مؤخر وهيكون مبتدى مؤخر جوازا طبعا ما ينفعشه وجوبا ولا ينفع مفعول مطلق ولا مفعول به هي مبتدى مؤخر جوازا السبب ان الخبر شبه جملة والمبتدى معرفة واذا تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدى المعرفة وهو هنا طبعا جوازا سبقا ميز الجملة التي اجتملت على المبتدى محذوب جوازا هنا طبعا لو لا القراءة ما وصل العلم الى ما وصل اليه طبعا هنا ده وجوبا اذا كان الخبر بعد لو لا اذا كان المبتدى بعد لو لا خبره مهذوب تقديره وجوه تقديره موجود او كائن وده طبعا واجب لعمري ده طبعا بيدل على ده كده النوا في شبه القسم في زماتي برضو القسم هنا قرأت الرواية لنجيب محفوظ رواية عظيمة طبعا هنا كأنه بيقول هي رواية عظيمة محزوف جوازا يبقى احنا كلمة رواية احنا عرفها خبر لمبتدى محزوف جوازا تقديره هي ميز الجملة التي اجتملت على مبتدى محزوف جوازا طبعا احنا جلنا بعد لو لا ده كده وجوبا اذا عطف على المبتدى بوضع تدل على المصاحبة وجوبا ده قسم برضو وجوبا عندي حالة من حالات مبتدى محزوف جوازا لهي مخصوص نعمة وبئسة وقد تقدم وقد تأخر مخصوص نعمة وبئسة وقد تأخر عنهما يبا احنا بناخد رقم ألف طبعا ما فاعل اسمه سلمة ابن فيه محل رفع فاعل حسن الخلق حسن هي يعني عربها مبتدى مؤخر أو خبر المبتدى محزوف لان طبعا مخصوص نعمة وبئسة وقد تأخر عنهما يبا يجوز ايه حزف يجوز اننا نعلمه مبتدى او يجوز اننا نعلمه خبر المبتدى محزوف تقديره هو مية خمسة وخمسين السؤال رقم واحد وعشرين حدد الجملة المجتملة على مبتدى تعدد خبره تعالوا نشوف ايه الجملة طبعا التكنولوجيا فوائده عظيمة ده طبعا خبر يعني خبر واحد وخبر جملة اسمية الرحة في قربك من الله ده خبر شيف جملة خبر واحد الحكمة ان تقول قليلا وتسمع كثيرا طبعا هنا ده ايه ده ده كده عط هنا الجملة المجتملة احمد شوقي اديب وطبعا هنا احمد شوقي اديب اديب خبر مشاعر خبر يبقى كده الجملة المجتملة على مبتدى تعدد خبره لرقم كام رقم طبعا هنا عملنا فاصلة ما فيش ما فيش واو ما بالتاني هنا طالما ما فيش واو ليه كده ده كده ده معطوف على اللي اللي طالما فيه واو يبقى ده معطوف على ده يبقى ما هوش ايه ما هوش خبر يبقى احنا بناخد رقم قالب احمد مبتدأ اديب خبر شاعر خبر تاني عشرين لله الحمد في الاولى والاخرة حدد سبب تقدم الخبر وحكم التقديم طبعا الخبر هنا شبه جملة والمبتدأ مؤخر فهنا طبعا بعيدنا الاول المبتدأ به ضمير وفيش ضمير ولا الخبر من الاسمان الى الصدارة هنا عند الخبر شبه جملة طبعا هنا الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة فهو طبعا كده جائز هذه الحمد نام حرف جر والله اسم مجرور وشبه الجملة في محل رقم خبر مقدم الحمد مبتدأ مؤخر هذا طبعا معرفة يبقى هنا تقديم الخبر شبه جملة على المبتدأ المعرفة جوازا لكل عصر تحدياته التي تفرضها ظروف الحياة حدد سبب تقدم الخبر وحكم التقديم طبعا لهم حرف جر وقر الاسم مجرور وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم عصر مضاف إليه تحدياته طبعا هنا تحديات مبتدأ مؤخر ولهذا ضمير المتصل مبنى في محل جر مضاف إليه وهنا طبعا التي اسم وصول مبنى في محل رفع نعم هنا الخبر شبه جملة يبقى على طول بعد نباء وبعد نجيم تفضل عند الخبر شبه جملة وهنا طبعا المبتدأ هنا بقى معرفة هنقول هنا المبتدأ به ضمير يعود على الخبر وده طبعا حكم التقديم هنا واجبا المبتدأ به ضمير يعود على الخبر وده هنا طبعا حالة من حالات تقديم الخبر يسيب الجملة على المبتدأ إذا طبعا تصل به ضمير يعود على بعض الخبر بحنا خدنا رقم با 24 قال الشاعر فأعمل بما علمت فالعلماء إن لم يعملوا شجر بلا أصمار هنا طبعا العلماء إن لم يعملوا طبعا العلماء مبتدأ إن لم يعملوا ده طبعا جملة اعتراضية لما هنله من أعراب شجر يبنا هنأخذ شجر بلا أصمار أو شجر بس بخبر مفرد يبنا احنا خدنا رقم دال رقم 25 قال الشاعر أين القصور الشامخات وأهلها بعد الجميع فهل ترى من باقية أعرف كل من أين طبعا أين اسم استفهام مبنى في محل رفع خبر مقدم القصور القصور مبتدأ مؤخر مرفوع عن المترفع الضمة فإحنا بنأخذ 25 هنأخذ رقم باء خبر مقدم مبتدأ مؤخر وفي الحالة دي طبعا إذا كان الخبر من الأسماء التي لها صدارة في الكلام فتقدم على المبتدأ 26 قال الشاعر ألفظه العزب الزلال أو أرق وما يعنيه السحر الحلال أو أضق طبعا ألفظه العزب الزلال هنا العزب هي الخبر وطبعا هنا سنقول عليه خبر مفرد خبر مفرد 20 لا تقبل على الله في كل حياتك فضيقه صدر وضيق حياة ورد في الجملة خبر محزوف مبتدأ فما حكم حزفه وما تقديره ضيق صدر وضيق حياة هنا طبعا الخبر محزوف تقديره ورد في الجملة خبر حزفا مبتدأ طبعا هنا ضيق صدر وضيق حياة متلازمان يبقى احنا بناخد 27 خدمة جيم واجب وتقديره متلازمان يبقى 27 خدم رقم رقم جيم 28 قال الشاعر جواد إذا استغنيت عن أغزمانه وعند احتمال الفقري عنك بخيل حكم حسف المبتدأ أو سبب الحسف في قول جواد إذا وجدت نكرة وهذا يقصر في الشاعر واجبت البيت يبدأ بنكرة مرفوعة فهي طبعا خبر لمبتدأ محزوف وهنا طبعا الحزف يكون جائز لأنه مفهوم من الكلام إذا أخذنا رقم با جائز لأنه مفهوم من الكلام وكأن الكلام أو الشاعر يقول هو جواد يبقى جواد خبر لمبتدأ محزوف وده طبعا العلامة بتاعته أنه أنت عندك بيت الشاعر يبدأ بنكرة وتكون مرفوعة خمسين السؤال تسعة وعشرين يقول قال الشاعر كل وقت يمجد العلم فيه هو لا ريب أسمح الأوقات اجتمل البيت على عدة أخبار هي بالترتيب كل وقت كل مبتدأ ووقت مضاف إليه يمجد العلم فيه هنا طبعا يمجد هتكون خبر خبر إيه خبر جملة يبقى على طول بعدنا المفرد الأول وبعدنا المفرد فضل عندي جملة جملة وبعدين يمجد العلم فيه هو لا ريب فيه هنا طبعا ريب اسم لا النفية للجنس خبر محذوب تقديره في ذلك في ذلك اللي هو خبر لا يبقى أنا كده عندي جملة ومحذوب أسمح الأوقات خبر هو يبقى خبر مفرد يبقى 29 خدنا رقم ألف عندي جملة لي يمجد العلم فيه وبعد كده خبر محذوب تقديره لا ريب في ذلك ويه خدنا مفرد اللي هو أسمح رقم 30 قال تعالى هذان خصمان اختصموا فيه ربهم حدد الإعراب الصحيح لكلمة هذان طبعا هذان وهتان عنقول أسماء إشارة طبعا دي معربة عنقول مرفوع يعني اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه أو مبتدى مرفوع وعلامة رفعه وใชه علامات الإعراب الفرعية هي الواو وهي علامة رفع جمع المذكر السالم والأسماء الستة الألف علامة رفع المسنى ونصف الأسماء الستة الياء جر المسنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة الفتحة عند جر الممنوع من الصرف العلامة الخامسة الفرعية الكسرة عند نصب جمع المؤنس السالي أما العلامات الأصلية للفعل فهي الضمة والفتحة والسكون والعلامات الفرعية للفعل ثلاثة علامات هي ثبوت النون رفع الأفعال الخمسة حزف النون نصب أو جزم الأفعال الخمسة العلامة الثالثة حزف حرف إن عند جزم الفعل المضارع المعتن الآن 31 قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله حدث العراب الصحيح لكلمة أولو طبعا عندي أولو هتكون مبتدى مرفوه علامة رفعه الواو لأنه ملحب جمع المذكر السالم يبقى علامة فرعية مرفوه بعلامة بعلامة إيه؟ بعلامة فرعية خدنا رقم با عند طبعا هناك ملحقات بجمع المذكر السالم هي أولو وعالمون وأهلون وبنون وسنون دي مقول عليها ملحقات بجمع المذكر السالم يعني ترفع بالواو وتنصب وتجرب الياء يعني علامة فرعية 32 البر حسن الخلق والاسم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس حدث الخبر ونوعه فيما سبق البر مبتدأ حسن خبر وعايز الخبر طبعا مش هينفع البر مش هينفع الخلق ده مضاف إليه مش هينفع الاسم ده مبتدأ يبقى أنا حناخد حسن والخبر مفرد 33 قال الشاعر وكل أخ عند الهوين ملاطف ولك إنما الإخوان عند الشدائي حدث الخبر ونوعه فيما سبق طبعا كله مبتدأ أخي المضاف إليه عند ظرف الهوين مضاف إليه ملاطف كله أخي ملاطف طبعا هنا الخبر ملاطف ونوعه مفرد تعني نكمل لكنما الإخوان جملة فعلية طبعا مش هينفع لأن طبعا لكن ده حرف حرف أو الإخوان طبعا هنا كافة الإخوان ده مش هتنفع مش هتنفع الجملة عند الهوين ملاطف طبعا ما نفعش جملة اسمية الإخوان ده مبتدأ ده الإخوان مبتدأ عشان لكنما هنا هتكون مهمله يبقى احنا على طول بناخد ملاطف ومفرد رقم ألف 34 قال الشاعر أمشي إلى جانبها أزاحمها عمدا وما بالطريق من ضيق اعراب كلمة ضيق في سياقها وما الطريق وما الطريق ضيق وما الطريق ضيق هنا طبعا أحيز إعراب ضيق هتكون مبتدأ مؤخر مرفوع لفظا مجرور محلا مبتدأ مؤخر مرفوع لفظا مجرور محلا لأن من هنا حرف جر زائد كمدان مرفوع لفظا مجرور محلا 35 و 30 مقول أقدر الرجال وبخاصة زال خلق الكريم حدد مما يني الصياغة الصحيحة أن الجملة بعد التصوير بخطأه أقدر فعل مدارع والفعل ضمير مستدر تقدر أنا الرجال مرفوع به بخاصة البحر في جره وقاصة اسم مجرور وشي بيرجو منه من الجر المجرور ده إيه بخاصة في محل رفع خبر مقدم يبقى على طول زو هتكون مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة الخلق مضاف إليه الكريم نعت يبقى أقدر الرجال وبخاصة زو الخلق على طول حنقول زو الخلق وهنا هتكون زو هنا بخاصة زو طبعا هتكون مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة صفحة 157 السؤال 36 بقول الوطن عظيم الشاء رفيع المنزلة فضله لا ينكر ميزناء الأكبار المتعددة في الجملة السابقة طبعا أول الوطن مبتدأ عظيم خبر الشاء المضاف إليه طالما جاب لي فصلة ما فيش واو يبقى على طول خبر إيه تاني بدأ لي أن أنا رجلت للوطن رفيع المنزلة المعنى المستقيم الوطن فضله لا ينكر المعنى المستقيم يبقى أنا حناخد رفيع خبر المبتدأ أو خبر ثاني المنزلة مضاف إليه فضله فضله مبتدأ مبتدأ مرفوع على مترفق طم والهيئة ضمير متصل مبنى في محل الجار المضاف إليه لا ينكر طبعا ده خبر جملة فعلية ليه المبتدأ فضله والجملة الفعلية من الفعل والجملة الإسمية من الفعل والفاعل والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره آآ خبر إيه خبر ثاني يبقى أنا حناخد الأول عظيم مفرد بعدنا الأول كده باء اتفضل عندي آآ ثلاثة مفرد وبعد كده المفرد آآ برضو مفرد يبقى احنا كده خلاص مفرد ومفرد وإيه وجملة إسمية يبقى احنا خدنا رقم دال يبقى ستة وتلاتين خدنا رقم دال الجملة تجتمل على ثلاثة أخبار الأول مفرد اللي هو عظيم الثاني مفرد اللي هو رفيح آآ الثالث فضله لا ينكر جملة إسمية لا اللغة العربية أقدس لغة على وجه الأرض طبعا طالما اللام مفتوحة في بداية الكلام اللام نام الابتداء كأن الكلام اللغة العربية أقدس اللغات اللغة مبتدأ العربية نعت مرفوع أقدس خبر مرفوع علامة رفع الضمة يبقى نعم ناخد لا اللغة وده طبعا قبر طبعا ما تنفعش قبر شي بجملة ولا خبر مقدم هي لا اللغة مبتدأ والخبر أقدس إبا إحنا خدنا رقم باء ثلاثين قال الشاعر فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه حدد المبتدأ وخبره في البيت السابق طبعا فما لك طبعا هي ما والخبر شي بجملة لك يبقى نحن أخد وطبعا الجملة داي بقى في محل نصب حال جملة فعليا في محل نصب حال طبعا ما مبتدأ ولك جر مجرور خبر شي بجملة هنا طبعا ده جر مجرور لكن البعد ما لك أو ما لكم أو ما لكنا سواء مفرق أو جملة أو شي بجملة هنقول عليه في محل نصب حال يبقى احنا هنأخد ثمانية وتلاتين خدنا رقم رقم أنف ما مبتدأ وشبه الجملة لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة حدد فيما سبق المبتدأ وخبره طبعا المبتدأ هو الدين والمعاملة خبر يبقى نحنأخد الدين خدنا رقم جيم الدين وطبعا الخبر المعاملة ويجوز أن نعلم المعاملة خبر لمبتدأ مهزوب تقديره هو كأن الكلام يقول الدين هو المعاملة وأي مكان الخبر هنا سيكون عند المعاملة يعني في العربين المبتدأ الدين والخبر المعاملة وينه طبعا يجوز أن يأتي المبتدأ والخبر مع عرفتان ما فيهاش مشكلة يقول أن تعرف هدفك وتحدده تحديدا ووضع صحيحا يساعدك على تحقيقه هنا طبعا أن تعرف هدفك يعني معرفة الهدف وتحديده وتحديده يأخذ أن تعرف ده مبتدأ مبتدأ ده طبعا مصدر مؤول في المحل الرقم مبتدأ يساعدك يبنا بنأخذ رقم رقم كام رقم با أن تعرف هدفك يعني معرفة الهدف يساعدك على تحقيقه هنا طبعا خبر جملة ثانية وي أربعين بيقول قال الشاعر بلاد طروق العين والقلب بهجة وتجمع ما يهوى طقي وفاسق ما حكم حزف المبتدأ في صدر البيت وما سبب الحزب طبعا هنا حزف المبتدأ جائز هنا طبعا يفهم من سياق الكلام يبا جائز لأنه مفهوم من سياق الكلام وجدت نجرة هنا بالضم يبا على طول هي خبر المبتدأ معزوه على حسب اللي عندك يبا هي بلاد وده طبعا يفهم من سياق الكلام مبتدأ مصرونة عريقة حضارتها عظيم حاضرها وماضيها تحمل على اعتقل والعروبة كم خبرا تعدد للمبتدأ مصرونة مصر مبتدأ ومنها ضمير متصل مبتد محن الجر مضاف إليه عريقة خبر المبتدأ الأول أو خبر المبتدأ مرفوع على مترفض ضمة عظيم خبر ثاني وده طبعا ده كده مفرد تحمل ده خبر جملة إيه جملة ثانية يبا أنا عندي ثلاثة أخبار اتنين مفردة أو خبران مفردان وخبر جملة فعلية يبا اتنين واربعين خدنا رقم با خبران مفردان وخبر جملة فعلية قال الشاعر وإخوان صدق ججمع الفضل شملهم مجالسهم مما حاوه حضائق عراب كلمة إخوان وحدد علامة العراب طبعا هنا العراب كلمة إخوان خبر لمبتدأ مرفوع على مترفض ضمة لأن ده طبعا جمع جمع تكسير يبا أنا هناخد رقم ألف خبر مرفوع على مترفض الضمة يبا احنا كده تلاتة واربعين خدنا رقم ألف صفحة مية تمان وخمسين السؤال أربعة واربعين بقول قال المتنبي لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تال عراب كلمة المشقة الوردة في الشطر الأول من البيت الثاني طبعا الاسم بعد لو لا خبره يعرف مبتدأ خبره محزوف تقديره موجود عندي هنا طبعا هنا هنقول مبتدأ خبره محزوف وجوبا تقديره موجود أو كائنة يعني لو لا المشقة موجودة أو كائنة يبقى هنخدنا مبتدأ خبره محزوف وجوبا رقم خمسة واربعين لدى علمائنا علم ودراية أبين حكم تقديم الخبر وسبب تقديمه يبقى لدى العلماء علم ودراية هنا طبعا لدى ظرف لدى ظرف وعلماء مضاف إليه وده طبعا قبر شبه جملة والمبتدأ هنا مبتدأ هنا نكره يبقى هنقول تقديم الخبر واجب لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكره الخبر شبه جملة والمبتدأ نكره رقم ستة واربعين كرم وبخاصة أن المقلصين صحوا بخطأ الجملة السابقة طبعا هنا بعد الإسم على طول بعد بخاصة يكون مرفوعة هنا طبعا علمائها كرمت كرم في الماضي مبنى على الفتح والتاتاية التانيس حرف مبنى لما حل لهم العراب الدولة فاعل طبعا هنا كلمة علماء علماء همزة ممدودة إذا دخل على ضمير أصبحت متطرفة وترسم الهمزة على حسب موقعها العرابي لو كان علمائها تكون مرفوعة علمائها مجرورة علمائها منصوبة يبقى نحنأخذ الأول كرمت الدولة علمائها عشان علماء هتكون مفعول إيه مفعول به إبقى احنا طيرنا ألف وطيرنا جيم هتفضل ويط كمان طيرنا دان هتفضل عندي مفيش غرهية به أدي منصوبة وآدي لبعد بخاصة مرفوح طبعا هتكون بخاصة 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 وخاصة إيش المجرور وشيب الجملة فيما حنا رفع قبر مقدم والمخلصون مبتدى مؤخر مرفوح وعلامة رفع ألوام لأنه جمع مذكر سالح أحقاد قلب قلب الطفل يغتفر الزنوبة حكم تقديم الخبر ني على المبتدى وما سبب ذلك طبعا ني خبر شيب جملة الخبر هنا شيب جملة أنا طبعا بعدني باء وبعدني عندي جائز لأنه هو مش معرفه وجائز لأنه في قسم طبعا واجب لأنه الخبر شيب جملة والمبتدى نكرة كأن الكلام ولي قلب إنهاجة الأحقاد طبعا جملة اعتراضية لما حل لها من الإعراب يبا لي قلب كقلب الطفل يغتفر الزنوب يبا احنا خدنا رقم ألف واجب لأن الخبر شيب جملة والمبتدى نكر أنا أخد رقم 48 مقول الخلق الطيب حصن صاحبه قعد صياغة الجملة بعد تحويل الخبر إلى جملة اسمية مع المحافظة على معنى الجملة وتحديد الرابط طبعا ممكن نقول الخلق الطيب هو ممكن نقول هو حصن صاحبه يبا أنا كده خليت الخبر جملة اسمية إنه هو هو حصن صاحبه أو ممكن نقول صاحبه محصن طبعا هتكون صاحب مبتدأ ولهيضمير متصل نبه محل جر المضاف إليه محصن خبر والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ يبقى كده حولت الخبر الجملة اسمية بتركتين حطيت هو قبل حصن يبقى ده كده خبر جملة اسمية وصاحبه محصن يبقى برضه كده ايه ده ده تركتين من عاشق الداد النح لتحوين الخبر إلى جملة اسمية رقم 49 بقول في المكتبة أصدقاؤنا وفي المكتبة أصدقاؤها طبعا هنا في المكتبة في حرف جر والمكتبة اسم مجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم هنا طبعا الخبر شبه جملة مقدم وأصدقاؤنا هنا كأنها الأصدقاء كأنها الأصدقاء أصدقاؤنا كأنها بالضبط في المكتبة الأصدقاء طبعا هنا ده طبعا معرف بالإضافة يبقى هنا ده مبتدأ مؤخر وهنا طبعا هنا حالة جوازا لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة المبتدأ هنا معرفة يبقى حالة التقديم جوازا الآن شوف الثانية في المكتبة أصدقاؤها الخبر شبه جملة الخبر شبه جملة مقدم وهنا طبعا أصدقاؤها مبتدأ مؤخر مؤخر وهنا بيضعب طبعا مؤخر إيه وجوبا لأن المبتدأ اتصنى بضمير يعود على بعض الخبر أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع زملائك يعني أبسط الأمور أنت تعمل عجاب وتشارك الفيديو يعني تقديرا للمجهود الذي يبذل من أجلك أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله في تقدم وتطور ترجمة نانسي قنقر